إن شاء الله تكون نسبة النجاح وكمان العلامات عالية مش برضو بس نسبة نجاح تكون علامات أهلهم لدخول الجامعات بتخصصات اللي بيرغبوها هم كونه أن مجال التوظيف كليل يعني وبتنافسوا على العلامات الجامعية وعلامات التوجيهة وإن شاء الله أنه بكونوا الكل بيجيب علامات مليحة مثل ما بيتمنوا زيادة نعم أنا حاب أسمع منك رسالة بتوجهها لطلبة الإنجاز في هذا اليوم يعني سواء من حالفهم الحظ أو لم يحالفهم الحظ إن شاء الله رب العالمين التوفيق للجميع بالنسبة للمحالفهم الحظ يشوفوا حياتهم المستقبلية يكرروا يشوفوا شو السوق مطروح فيه تخصصات شو فيه وظائف في السوق الشاغر عساس أنهم بالمستقبل ما يتغلبوا مجال الوظيفة بالنسبة للم يحالفهم الحظ طبعا المجالات مفتوحة خيارات كثيرة قدامهم عاد مش أي إنسان أنه بيجي من المرؤولة الإنسان متعلم من أخطاءه بيقدر يعيده بيقدر يكرر وبيقدر ينجح بيقدر يجيب شو ما بده بيقدر يروح مجالات ثانية أنه يعني أن حياتنا مش كل حياء أنها تعليم ودنيا في مجالات ثانية بيقدر يروح مجالات الحياة الثانية إذا شايف حاله أنه مش قدر التعليم إذا شايف حاله أنه بيستطيع عادم الشيء الغائل المحاول الثاني بتعلم الإنسان من أخطاءه بيقدر يحاول بيقدر يزبط بيقدر يجدد ويجيب مثل ما بده وممكن يجيب أنه على أكثر ما هو متوكع إذا حاول مرة ثانية أكيد شكرا لإلك أكيد بتواصلين في التغطية المباشرة من أمام مدرية التربية والتعليم في محافظة طول كرم مواطن آخر أول شي صباح الخير صباح الأورد حياك الله أعرف عليك جعفر خالد هوجي أهلا وسهلا فيك أخ جعفر يعني واضح اليوم في حالة ترقب محافظة طول كرم كباقي محافظات الوطن لنتائج امتحان الإجاز بالبداية نتحدث عن هذه الحالة كيف تصفها أنت من هنا كمواطن أكيد هي مناسبة يعني مهمة جدا لجميع المواطنين في فلسطين خصوصا في حالة طول كرم واللي هي محافظة التفوق والتميز والنجاح نسأل الله إن شاء الله التوفيق للجميع ويحرزوا علامات إن شاء الله تكون يعني مرضية للجميع إن شاء الله أنت على الصعيد الشخصي هل لديك أقارب هل لديك أشقاء إخوة قدموا بتحاني الإنجاز هذا العام إن شاء الله إلي ابن عم والله ابن عم يعني بشكل عام كيف تتوقعون النتائج هذا العام والله إن شاء الله أتوقع النتائج يعني خلن نكون إن شاء الله تكون في نسبة النجاح حالي نسبة النجاح حالي على أي أساس أنت تتوقع أن تكون نسبة النجاح حالي ما كان في خلن نكون اعتراضات واضحة من الطلاب بخصوص صعوبة الأسل لأنه كان في كل سنة يكون في اعتراض من الطلاب كان يجي هنا خلن نكون حشود من الطلاب بيحكوا أنه يعني الأسل بتكون صعبة مرات لكن الحمد لله السنة هاي ما شفناها غير شيء لما أن أنا موظف التربية والتعليم طيب عندي سؤال لإلك بالتالي يعني الآن معلان النتائج إن شاء الله ستكون عصر هذا اليوم عبر أرقام الجلوس هناك رسالة من الممكن أن نوجهها لأبنائنا الطلبة أن نقول لهم كلمة خاصة أن هذا الامتحان يبقى يحافظ على هيبته ويبقى له مكانته في وجدان طلبتنا وأهلنا أكيد أنا واش أسأل الله التوفيق للجميع جميع الطلاب وأنا بقول إن شاء الله يعني الوزير فيه خلنا نقول أرسوس جديدة بالنسبة للثانوية العامة صار هناك ثلاث مرات توجيهة فإذا ما زبط في المرحلة أولا في مجان يزبط في المرحلة الثانية إن شاء الله أو المرحلة الثالثة لذلك ما يقاس ويتوكل على الله ويجد ويجد ويجتهد إن شاء الله دائما هناك توقعات من أي محافظة سيكون الأول أنت على السواك الشخصي من طول كرم أكيد من طول كرم نعم إن شاء الله نتمنى التوفيق لكافة المحافظات ولكافة الأهل إن شاء الله شكرا جزيلا يعني بشكل عام نحن نلاحظ بأن المواطنون بأن الأهل يترقبون هذه النتائج طبعا هذه النتائج التي ستظهر إن شاء الله عصر هذه اليوم هناك كما قلنا حالة من الترقب حالة من الأمل كما استمعنا للمواطنين هذا الأمل يعتمد على أن الامتحانات برمتها التي تم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم كانت هي امتحانات بشكل عام ليست صعبة كما قال أحد المواطنين وبالتالي هناك فرصة كبيرة لعلامات متفوقة وفرصة للناجحين وهناك إن شاء الله آمال بأن تكون هذه المرحلة مرحلة مهمة في حياة طلابنا نتمنى التوفيق والنجاح لكافة طلبتنا بالتأكيد نتمنى أن يعم الفرح ونجاح في كل طول كرم وفي كل محافظات الوطن شكرا جزيلا على وجودك معنا زميلنا إيهاب ضميري كنت معنا من طول كرم ومن طول كرم فرح رح نروح حلق لغزة ورح تنضم لنا الزميلة خولة الخالدي لتحدثنا عن معرض منتجات بلادي صباح الخير خولة يساعد صباحك خولة صباح الخير فرح، صباح الخير يارة، صباح الخير لكل طواقمنا العام لأينما كانوا في برنامج فلسطين هذا الصباح اليوم نتحدث عن إداع نسوي جديد في قطاع غزة أرابسك مقدسي هو عنوان معرض لعديد من المنتجات النسوية المميزة سنتحدث عن تفاصيل هذا المعرض مع ضيفتي بالأستوديو الأستاذة غادة موسى النشطة الاجتماعية يساعد صباحك يساعد صباحك في البداية أستاذة غادة ننوه بأن هذا المعرض هو بإنتاج نساء ذوات إعاقة خصص هذا المعرض لهم لإبراز منتجاتهم، لإبراز مواهبهم، لإبراز وجودهم حتى في المجتمع نتحدث في البداية عن طبيعات هذا المعرض وأبرز المنتجات التي كانت متواجدة فيه شغالي سعد صباحكم وشكراً كتير على الاستضافة وعلى الاهتمام وكانت لفتي كتير حلوة منكم كفضائية أنكم صلطوا الضوء على هذا المعرض المعرض كان له عدة أهداف الهدف الأول هو عرض منتجات بلادي المنتجات المحلية اليدوية بالأغلب والهدف الثاني هو كان دمج نساء ذوات إعاقة مع أخواتهم الغير معاقات لأنهم هم نساء عاملات في البيوت عندهم منتجات كتير رائعة وممكن تعود عليهم ومدخل كتير محترم يساعد يدعون بالمعيشة كانت الفكرة كتير حلوة ولقت قبول بصورة غير عادية بس كان أنا كغادة برضو أنا من نساء ذوات الإعاقة حبيت أني أوصل رسالي للجميع رسالتي كانت من خلال هذا المعرض أنه نساء ذوات الإعاقة أو أشخاص ذوي الإعاقة عامة أنهم هم جزء لا يتجزأ من معاناة مجتمع كامل أنه مش عشان أنا من نساء ذوات الإعاقة أنه أنا ما عندي دخل أو أنه أنا حدا مهمش أو أنه حدا مش موجود لا أنا لما باجي بطلع لهذه التفاصيل ممكن تكون شوي مش حدا منتبه عليها بس أنا بحب دايما أطلع هاي الشريحة من قوقعة الخصوصية اليوم لما أنا بدي أجي أطلع لست من ذوات الإعاقة وأجي أطلع مقابلها للخريجة للست المعنفة للأرملة لمرت شهيد لمطلقة نحن نحكي في ثقافة مجتمع وبنحكي في قضايا مشتركة فأنت كست من ذوات الإعاقة أنت جزء لا يتجزأ من معاناة هذا الشعب في يوم أنه أنت شفتي حقوق الآخرين موفرة وملباة وأنت حقك مهمش أنا أول وحدة حاخد حقك وحقي وحقوق الكل بس أنا باجي بتطلع على القضية كباكيج تمام؟ تمام هذا الباكيج اللي أنت بتتحدث عنه مجموعة الحقوق اللي أنت بتطالب فيها سواء كانت للسيدات المعنفات للسيدات المطلقات للسيدات ذوات الإعاقة كيف ممكن نوصل الأهداف هذه والرسائل من خلال معارض إبداعية للسيدات في قطاع غزة؟ هي ممكن لفت هيك كفكاها يعني أنتو همشونا زي ما بدكوا لكن احنا موجودين على أرض الواقع هي منتجاتنا وهي خططنا العملية والمشروع كان مش ممول نهائيا كان تمويل ذاتي تمام طبعا كتير أشخاص قدموا يدعون في طبعا في كتير شغلات يعني وحاجات كانت رمزية وحاجات هذا لكن احنا موجودين انتو هم مشتونا أو اهتميتوا فينا فإحنا هاينا موجودين على أرض الواقع وإلنا بصماتنا وإلنا وجودنا وإلنا صوتنا ولعله خير يعني مستقبلا إن كنت تطلعوا أنا تطلعوا كمسؤولين ما شو الحال أنا حكيتها وبحكيها وبدأ أضلني أحكيها أنا لما بتعامل مع مسؤول أنا بتعاملش مع فصيل تمام أنا ما بيعنيني مين القاعد ورا الكرسي إيش شو انت انتمائك السياسي أنا بتعامل معك انت كمسؤول انت اليوم عندك عندك صلاحيات وعندي أنا إلي عليك واجبات وحقوق وانت عليك التزامات أديها كمسؤول بغض النظر سؤال أنه أنت إلى أي درجة بتشعري بأنه إحنا عنا حاجة لإحنا ننقل معاناة المرأة الفلسطينية من ذوات الإعاقة كثير بنشوف معارض مختصة بالسيدات ذوات الإعاقة هل أوصلت الرسالة هل أستثت تغيير على أرض الواقع من ناحية حقوق السيدات في فلسطين وفي قطاع الزب التحديد؟ أستاذ حبيبتي الفكرة أنه نساء ذوات الإعاقة هيدا مش أول معرض أنه يطلعوا فيه لا يعني ما فيش معرض خالي من نساء ذوات الإعاقة صحيح بس أنا اليوم بما أنه أنا من هاي الشريحة تمام أنا المنصق الأول طبعا بمساعدة مجموعة أربسك مقدسي كانت الأستاذة فوزية الرئيس جدا إمرأة رائعة تمام أنا بمجرد كانت عندي فكرة هي عززتها ونمتها ووقفت جنبي بجرد كانت دعم صدقا يعني بقلب صادق يعني أنه غادة دوسي وأنا معاكي أنا اليوم ما بقدر أطلع باسم ناشطة اجتماعية معرض كبير مثل هيك أنا بدي اسم أكون أنا يعني أكون أنا تحت صقفه جميل فهي تبرعت في أنه أنا أخدي اسمي ودوسي بالفكرة فحتى يعني نبذي عن أربسك مقدسي أنه هي مجموعة من النساء كانت يعني ترأسهم الأستاذة فوزية الرئيس بدت نفس الفكرة يعني مشغولات من التراث الفلسطيني تطريز شغلات يعني كتير رائعة حلينا نحكي عن زوايا المعرض عن زوايا المنتجات النسائية اللي كانت متواجدة الزوايا كانت أرواع من رائعة أول شغلة كانت زوايا نحتها الخشب كانت كتير رائعة كانت في زاوية كانت كتير مميزة لأخت من ذوات الإعاقة بتعمل مجسمات من الخرز مجسمات كتير رائعة ويمكن إذا عرضنا صوار نركز على المنتج طبعها بتكتب كلمات بالخرز بالطريقة احترافية غير عادية كان في المعرض منتجات مأكولات فلسطينية جميل معجنات كبة ورق عناب مسخان مفطول عملوا مفطول في الآخر يعني كان في مشغولات يدوية تطريز كل ما يلزم المرأة من الألف إلى الياء تطريز اكسسوارات شالات شيلات ملابس تطريز على بلايز على إطاع ماش كان عندي دكتور طب أعشاب هو دكتور جمال عنابة هو دكتور الختيار الله يرحمه رئيسنا وتاج راسنا طبعا ياسر عرفات الدكتور الخاص طبعه أصريت إنه هو يكون موجود وقلت له بلاش تكسب انت اكسب بس إنك تكون موجود بيننا وفعلا لب الندى وكان موجود يعني بشكر كل اللي كانوا صراحة موجودين لمكانش كتير مهم عندهم شو بدي يعد علي مادة كثير ناس تحدثت عن جمال المعرض وعن جمال المنتجات اللي كانت موجودة عملية التأهيل والتأحضير لهذا المعرض وأيضا تدريب السيدات على صناعة هذه المنتجات كم من الوقت استغرقت ومن الجهد أيضا؟ شوفي إحنا نساءنا بهذا الوسط مدربات جاهزات وبل مبدعات عرفت كيف هم رهن الإشارة صدقا يعني لا دعم أي مشروع بمجرد ما الزوايا بغض النظر حتى النساء اللي ما عندهم مشاكل ولا إعاقات مجرد ما كانت المنصقة غادة موسى من نساء ذوات إعاقة كله لب الندى بغض النظر إيش التكاليف إيش الرسوم إيش بدي أكسب إيش بدي أخسر إيش بدي أحط إيش بدي أمهم أنا أكون موجودة لأنه أنا بدي أوصل رسالة والرسالة ما كانت رسالة بسيطة إحنا يعني شوفي بقديش المنتجات كلفت ونحفظت وما تسوقت وإيش ذا وهذه الأمور كتير كانت قهرية بس برغم قهر الحصار إلا أنه إحنا طلعنا بالمعرض وجد كان في عائد كتير رائع ما كناش متوقعينه يعني نجح المعرض بطريقة شفافة ونعمة عرفت كيف إحنا ما كنا درسين النجاح بالطريقة هاي عرفت كيف بس إنه إحنا تفاجأنا بالنجاح صدقا يعني لدرجة إنهم بيطالبوا في معرض يكون مدة شهر تمام لمدة شهر وإن شاء الله حشتغل عليه ويكون يعني افتتاحية للمدارس والعيد جاي ونحط أسعار رمزية وإنه نحاول قدر المستطاع يعني رغم يعني كل الضغطات يعني المادية والحصار وبدي شعود أفصل في المواطنة خلينا أمسوطين إلا إنهم فعليا كانت فكرة إنهم لأ بدنا معرض يستمر لمدة شهر جميل ونعمل إعلان عنه وإنه خلاص الكل يكون موجود هان وبعدين المكان كان مكان كتير كتير رائع مكان استراتيجي لدرجة غير عادية يعني أخذنا في الميناء خميس وجمعة عنازلة الرواتب طبعا خميس وجمعة معروف إنه من الأيام اللي بيكون فيها استحام عند الميناء والمحار بتكون من الشمال ومن الجنوب ومن رفح يعني بتعرفي نقطة تجمع قطاع غزة أنا هيك بسمي فكان المعرض هون فإنه كل لما كان الإقبال إنه الكل يتفاجأ أول مرة إنه يكون في الميناء في ميناء غزة طبعا مكان سياحي مكان مفتوح بصب ومعرض وبيشمل كل المنتجات اللي إنتي في يعني حتى حتينا سايد هيك ملابس وأحذية وخصوصية الست والطفل والبيبي والكبير والصغير الشب والصبية كانت هذه زاوية كمان كتير مميزة طيب بهاي النقطة خلينا نحكي عن التفاعل ما بين الجمهور ما بين السيدات المشاركات في هذا المعرض قداش كان فيه هناك حتى ما بنا نحكي عن موضوع البيع والشراء عن موضوع العائد المادي بقدر ما بنا نحكي عن العامل النفسي عن الترفيه عن التفاعلي عن الأسئلة عن الحب الاستطلاع والتعرف على المنتجات اللي كانت موجودة خاصة المنتجات الغريبة والجديدة في الأسواق أنا في لحظة من اللحظات حسيت إنه المعرض تحول لمكان ترفيهي هم يخططوا ورتبوا وعملوا الموجودين يعني من المشاركين أو من الزائرين أنا بتفاجأ إنه المكان نزلت فيه كراسي نزلت فيه طولات صار فيه قعدة صارت يعني إقبال على المنتجات بطريقة غير عادية إنه صارت القضية قضية الترفيه أنا جاي أرفع عن نفسي بتفاجأ يعني أشوف شخص الصبح بالمساء أشوفه جاي بعيلتين ثلاثة يعني نفس الشخص اللي جاني الصبح شرى شغلة معينة أو تطلع على المعرض وطلع بتفاجأ بالمساء إنه جاي وجاي بعيلته وجاي بأهله وجاي بصحابه أسر يعني هو شخص واحد لكن جاي بالأسرة وإجا جميل فأحكي لك في لحظة أنا وقفتك متفاجأ يعني إنه المعرض تحول لمكان ترفيهي زي منتزم عارفتك والمكان كمان كتير رائع المكان أروع مما تتخيلي مفتوح وتراب وإنك أنت قاعدة عرض المنتجات على البحر جميل عدد السيدات المشاركات كانوا في هذا المعرض تقريبا حسب حجم المعرض فأنا انحكمت بهذا الشيء ولا أنا عندي مشتركين أكتر كانوا من 60 إلى 70 تقريبا عدد لا بأس بي يعني إنه يكون في عنا من السيدات المشاركات طيب إحنا عادة نحكي عن موضوع الدمج ما بين النساء والرجال وإن يكون هناك دائما هناك تعاون لماذا تم استثناء الرجال من هذا المعرض؟ لا ما حذرتي لا أستثني الرجل من أي شيء بخص المرأة يعني ما في عنصرية بالموضوع؟ مطلقا بالعكس أنا في بعض الأحيان بكون منحازل الرجل أكتر من المرأة تمام؟ تمام بالعكس أنا كان عندي دكتور جمال عنابة كان عندي أستاذ أبو زياد نعم ولكن تسويق للمعرض هو كان للسيدات ثوات الإعاقة يعني هذا كان العنوان الأوضح والأبرز في موضوع المعرض في عندي رجال من دوي الإعاقة كان عندهم نوعا ما من المنتجات يعني أنا ما بفصل ليش؟ لأنه المعرض اسمه منتجات بلادي تمام؟ منتجات بلادي بغض النظر دمج صح أنا مع دمج أشخاص دوي الإعاقة في الميدان أنه أنت طالما أنه العقلية شغالة تمام؟ الجسد ما بيعيق هذا أهم حاجة أكيد والمعرض كان كامل متكامل عرفت كيف؟ يعني كان عامل صورة جمالية ما أخذت كل الاتجاهات وكل الزوايط غطت كل للأمانة صورة جمالية فيها كل النقاط الجميلة اللي إحنا كلنا نبسطنا فيها جميل بعد كل معرض دايما بيكون هناك أثر إيجابي بيقع على عاتق منرفذي المعارض على عاتق السيدات المشاركات أو الأشخاص المشاركين بشكل عام تأثير هذا الأثر الإيجابي إلى أي فترة يدوم؟ هل يحدث تغيير على أرض الواقع خاصة إذا كان هناك من أحد أهدافه تغيير نظرة مجتمعية تغيير طريق التعامل تغيير في حقوق وواجبات؟ تمام المخرج الإيجابي اللي كتير كان رائع بالنسبة لي هو المطالبة بإقامة معرض تاني برغم أنه لسه إحنا مطلعناش من المعرض الأول الشغلة الثانية وجدت المشاركات بغض النظر أنا عاد عليها مادة أو ما عاد هي بتحكي لك أنا طلعت من أجواء البيت طلعت من الاكتئاب طلعت من يعني يعني زي ما قلت عزز روح الإيجابية جواهم عرفت كيف ولو هذا الشي ما صار أنا ما كان حتى في مطالبة أنه نمدد المعرض كمان يوم أو يومين في نفس اللحظة إنه هادي يعني إحنا زي المعرض صار بالآخر زي كأنه رحلة ترفيهية عرفت كيف أسرة واحدة اللي يجي إحنا نستقبله بطريقتنا كان عندي بابس ودماء كنا نوقف سيارات بالشارع ونطلع البيبي من السيارة ناخده وخلص يعني أنت أنزل يعني أنا هادي رسالتي للأسرة إنه أنا أخذت ابنك الحقن عرفت كيف فكانت هادي لفتة كمان كتير حلوة جويل فبحكي لك كانت كتير في نقاط إيجابية حلوة نحن نحييك على الإيجابية الموجودة عندك كمان عندك طاقة إيجابية رائعة نتمنى أن نحن نشوف عن جد مزيد من المعارض المميزة مش بس للسيدات تواتي الإعاقة لكل المبدعين والمبدعات الموجودين في كل أرجاء الوطن أتشكرك جزيلا الشكر الأستاذة غادة موسى نشطة الاجتماعية يسعد صباحك أكيد يسعد صباحك شكرا لأتي لكم مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من فلسطين هذا الصباح بسدواتنا من قطع غزة هذه عودة لسدواتنا بيرام الله إليكم فرحوا يا رئيس عد صباحكم الجديد عد صباحك خولة صباح الخير لضيفتك وأيضا لطقمنا الموجود هناك وإحنا نتابع فيها الجولة الصباحية فقرة اللي أنت متحمسالها أكثر من الصباح نحكي شوي عن الأمثال عن الأقوال الشعبية هذا الموروث اللي تنقل بين الأجيال المثل الشعبي هو جملة بسيطة صغيرة بتعبر عن موقف بتعبر عن تجربة هي تعبير لوصف لحالة شاهدناها وتنقلت عبر الأجيال حتى وصلتنا ليومنا الحالي ممكن إحنا زدنا عليها شوي بهرنا وهذا هو اللي إحنا رح نشوفه اليوم في المقابلة طبعا وخاصة إنه فرح عمالا منحكي عن الأمثال الشعبية والأقوال اللي إحنا نصرنا نرددها لا شعوريا خلص حتى بطالة نعرف أنها هي أصلا مثل يعني نصرنا دايما نصبوط لما مثلا نكون ماشيين الصباح يا ربي يمضي هذا النهار على خير مع أنه هذا مثل شعبي بس إحنا نختار ضيفنا فيه للسدي الأستاذ مصطفى القريوتي باحث في التراث الشعبي الفلسطيني أستاذ صباحك أستاذ مصطفى صباحا نورا كيف حالك؟ الله يحييكم الحمد أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ مصطفى يمكن في البداية بدنا نحكي شوي بشكل عام عن الأمثال والأقوال تعريف كل واحد فيهم والفرق ما بينهم الأمثال عبارة عن جملة أو عبارة كيلة في موقف معين في مناسبة معينة تنطبق على مناسبات مشابهة إلها ومواقف مشابهة إلها فترددت هي كانت عبارة عن قصة ثم أصبحت تتردد كل ما تكررت هاي المواقف وهاي المناسبات فأصبحت مثلا بعدها بتروح مثلا خلص الناس كلها بتحكيها يعني مثلا مثلا إذا في مجال أحكي عن مثل أكيد وإحنا بدنا نشير أنه أنت عامل أستاذ مصطفى سلسلة كتب في الأمثال والأقوال الفلسطينية التراثية ومعنا هلأ الكتاب وخلنا كمان نشوف إيش الأشياء اللي أنت مجهز لنا تحكي لنا من الأمثال والأقوال تفضل حياكي الله في مثلا من المواقف إنه مثلا واوي واللويوي إيش يعني واوي واللويوي يعني في الكصة كصتها إنه في واحد صاد واوي فلاك الشيخ بيحكي له يا شيخ الواوي حرام ولا حلال أكل لحمه قاله لأ يا ابني حرام ما بصير توك اللحمه قاله طيب يا شيخ بعثت لك تخدي على البيت قال آه هو واوي واللويوي فراحة مثل واوي لوي عساس إنه الناس اللي بتحاول تلوي أعناك التف على الحقيقة نعم يلتف على الحقيقة نعم حتى يحقق مصالحه الشخصية طيب إسمنا نحكي عن أنواع الأمثال بشكل عام يعني فيه أمثال مستمدة من تراثنا فيه أمثال مستمدة من عادات وتقاليد أخرى لشعوب أخرى فيه أمثال مستمدة من حالات إحنا منعيشها كيف ممكن نصنف أنواع الأمثال الشعوب دائما فيه لها تجارب مشتركة أحيانا بتلاقيها بتلاقي برضو التمازل بتزاوج بين الثقافات يعني نتيجة مثلا الشعب الفلسطيني طبعا من أكثر الشعوب اللي التقى في الشعوب الأخرى وتمازج معها وعاش معها نتيجة التهجير ونتيجة الحل فيه من النكبات وعاش مع الشعوب الأخرى فيه مخيمات وينما كان في البلاد العربية وبرضو فيه المتواجد أو وجود في البلاد الأخرى أو في المجتمعات الأخرى فأكيد راح يأخذ منها ويعطيها يعني كثير يعني بنصادف أمثال لبنانية وسورية وحتى مصرية دائما مثل الأمثال اللي إحنا عني نعم هلأ إحنا في عنا زملتنا مريم الطريفي عملتنا مقابلات مع الناس لنعرف إيش الأقوال والأمثال الشعبية اللي بيرددوها بكثرة عنا في مجتمعنا خلنا نتوقف نشوفها ونرجع لنكمل مقابلة كل الأمثال حسب شو موقع الكصة لنا فيها مثلا بكلها كان لكيني ولا تغديني يعني الكصة إنه الإحترام والإشي بين الناس أكثر مما تطعمني وتسكيني وفي الأخ تحملني جميل يعني إيش زي هيا لكيني ولا تغديني يا طب الجرعة تم البنت بتطلع الأم عشان البنت دائما بتشبه أمها إذا كان الكلام من فضة سكوت من بهب بقول دنيا غرورة ما دامت لإنسان فيها ماضيها وفيها حاضرها وما دامت لإنسان إنه الإنسان بعمله بعمله الخير بتدوم الدنيا بعمله الشر ما بتدوم له الدنيا رزق الهبل على المجانين في الحياة العامة لأنه رزق على رب العالمين وربنا بيسر ناس لناس وهيكيش ما قولت أو مثل بحكي لو علنتم ما في الغيب لراضيتم بالواقع أنا لأي شي في الحياة في كتير ناس تتضمر لا خلاص خير الباب اللي بيجي منك الريح سد وستريح يعني اختصار للمشاكل والله أنا يعني بأخب بحب مثلاً لو مجارتي انطفت مرارتي أكثر مثل شعبي لو صبرك على حالك أحسن من صبر الناس عليك بستخدم هذا المثل أنه ما حدا بحس فيه غير أنت نفسك يعني البني آدم هو نفسه اللي بحس في معاناته بحس في تعبه بحس بشقاء الدنيا بحس أنه ما حدا بيفهم عليك كد ما أنت بيفهم على حالك يوم إلك ويوم عليك دير بالك فتح عينيك هذا كثير بستخدمه يعني هلا يعني بيصير عنا مناسبات بتصير سواء كانت فرحة أو زعل يعني بنستخدم لأنه الدنيا أكيد بتلف يعني البوقف معاي بفرحة أكيد راح أوقف معه يعني يفلان مثل الوراثة لأنت في النارات ولأنت في الجمرات هذا المثل يستخدم للشخص اللي ما فيش منه فايدة يعني زمان لما بكوا بديهم يولعوا نار بكوا يجيبوا شوية عشب خفيف ناشف قمح مش قمح يولعوا النار فيه في البداية عشان يتورث النار لباكي لباكي التشنون فهي الوراثة بتروح لا هي بتعمل نار بتدفل واحد فيها هو يشتغل مش زي الحطب ولا هي بتظل جمر عشان يدفل فيها آخر النهار يعني مفعول على الفاضي شكرا لزميلتنا مريم الطريفي من المقابلات اللي تبعناها وسمعناها أستاذ مصطفى هل كل الأمثال فيها النظرة التشاؤمية هل أد إحنا منحاول دائما ندير بالنا قلنا يمكن إحنا أخذناها بظروف تانية وفسرناها بطرق تانية لحتى وصلنا يا يومنا هذا الأمثال مش كلها إيجابية كثير منها بتلاكي أشياء سلبية خاصة بالنسبة للمرأة يعني مثلا بكلك مثلا إذا لكيت بلد دائر على مرأة كلهم الله يعينكم عليها حتى وهي البلد دائر على المرأة يعني فيها ظلم للمرأة في كمان مثلا إحذر ثلاث أو شو دخلك إحذر ثلاث يعني اللي هين بعد فيهن كوانين إنهلت والخيل ولو ولت والمرأة ولو صلت أو ثلاث مالين أمان ثلاث مالين أمان شوفي يعني كوانين إنهلت يعني ما في أمان منلاقيها ممكن للمرأة في هاي الأمثال الشعبية مرات نعم منلاقي أنه في مرات نظرات دونية يمكن بتكون المرأة ما تقول لك أن نظرات دونية نعم بمعنى أن هنغدرات هذه الأشياء الثلاث غدرات الخيل ولو كوانين انهلت في كانون الثاني وكانون أول إذا أقبلت لا ما بتأمن المطر أو الصحو فيه لو بدك تروح أو تيجي ثانية شيء الخيل ولو ولت في المعركة حتى لو راحت الخيل والفرسان ممكن يرجعوا لك والمرأة ولو صلت يعني المرأة لو مهما بلغت من درجة التكة وهيك شيء ممكن برضو إنها تقدر فيك فبتلاك فيه أكثر كثير أمثال سلبية ومش إيجابية ومش بس المرأة حتى بيننا وبين بعض يعني في كثير أمثال اللي هي دائما ندير بالنا من اللي قدامنا يعني احذر من عدوك مرة ومن صاحبك ألف مرة من الأمثال اللي ذكروها جميلتك على حالك مثلا هاي دائما كل هاي الأمثال اللي ممكن إنه تسوي تفرقة في المجتمع أو إنه تخلينا نفكر بطريقة سلبية بالأشخاص اللي حولينا نعم شو أنا مثلا اللهم أصحر سيدنا محمد شو زي هيك اشي امثال في مثلا عندي أمثال هان عن السخرية اشي زي هيك مثلا أنا حضرتن هيك على السريع مثلا مثلا سنت موت جمال صار لعوة رقايدها ومثلا إذا تفرقت الغنم قدتها لعنز الجربة خلنا كمانا نعرق يعني نشرح هاي الأمثال مثلا سنت موت جمال صار لعوة رقايدها يعني مثلا بتلاقي نتيجة عدم وجود ناس أكفياء وانتهاء الذوي الشهامة وذوي المروءة بتلاقي واحد بتتروسهم أو بيكون هو الرأس عليهم فبكونوا سنت موت جمال صار لعوة رقايدها ومثلا إيش اللي حكيت قبل في شوية فيه المهم فيه أشياء كثيرة شابة الحاهم والعكل لسه مجاهم مثلا اللي بيكون كبير في السن وبتلاقي أحيانا بتصرف تصرفات صيبيانية بعدين فيه أشياء نتدخل بالأشياء المش منيحة ونبعد عن الأشياء الميحة بعرفش يارب تعرف فيه مثلا اللي بقول امشي في جنازة ولا تمشي في الجوازة يعني ما تعملش خير ما تحاول المكتب كمان يعني من الأمثلة يعني كنا قاعدين عملا نحكي قبل يمكن الفاصل أو قبل الفقرة في الفاصل أستاذ مصفى إنه فيه أمثال اللي بتجيب لنا التشاؤم بتجيب لنا الإحباط بتجيب لنا الكآبة بتجيب لنا الشؤم يمكن مرات من هاي الأمثال مثلا اللي بيزعلي تقرصه بالحيط هاي مثلا خلاص بتخلي الواحد عنجة تزعلان ولا يفكر حتى بأي شي يسوي مثلا اللي من الأمثال التانية كمان مد رجلك على قد الحافك يعني بتحد أنت من طموحك بتحد من أفاقك المستقبلية في الحياة فخلنا كمان نحكي عن هذا الجانب اللي إحنا بنعايشه في الأمثال الشعبية يعني إحنا صح عملنا منحكي إنه هاي الأمثال الشعبية بتعبر عن حالة صدق عاشها أجدادنا وعمالها بتتكرر وإحنا عملنا منعيد هاي التجارب فعملنا منردد هاي الأمثال ولكن هاي الأمثال عملنا بتجيب لنا الإحباط عم بتجيب لنا الطاقة السلبية فقديش مهم أن يكون فيه عندنا وعي إنه إحنا ما نردد هاي الأشياء يعني حالنا لأن إحنا ساعتها عقلنا الباطني يعني بالنهاية رح يصدق هاي الأقوال وهاي الأفعال والأمثال اللي هي سيئة أو سلبية ورح تجيب لنا التشاؤم بالفعل نعم في مثلا زي هيك مثلا لأمثال السلبية مثلا زي مثلا اللي حكي البوم بدلك على الرجوم يعني يعني بيحذرك من صاحبك شايف كيف وبتظلك تشك فيه وممكن إيش يدلك على الإشي ومثلا لاحك فيه لاحك المسعد تسعد وفيه لاحك أو التكى المتعوس أخاي بالرجاء التم المتعوس أخاي بالرجاء فكثير بتلاقي أشياء ممكن تكون فيها سلبيات وممكن تكون فيها تحذيرات إشي زي هاي طيب أستاذة مصطفى بس بدي أحكي عن بعض الكلمات أو المصطلحات اللي هي موجودة بمجتمعنا الفلسطيني من رددها هي إحنا ممكن نحطها في أي جملة بنا إياها كلمة يا كشل كشل راسي يا كشيلي سخمات وسخام وهي الكلمات اللي موجودة في المجتمع هاي بتختلف بين الرجال والنساء فيه أكوان خاصة للنساء وفيه أكوان للرجال مثلا النساء مثلا عزا يقولون عزا ليش هيك عاملة عزا يعني صحيح مثلا بيقولون يا كشيل عكسطي عكسطي أنا أحبط وهي أي اللي هي عبارة عن السلب السالف المرح هل لي يقلها معنى وإلا بس كلمة إحنا بنرددها من أجيال اللي متقدمة الغالبا çocuk كشيل بمعنى تعس يعني بمعنى تعس وهيك الشي بتيجي الله أعلم 됩니다 ياخيبتي يعني كأنها نفس المعنى او ياخيبتي بمعنى ياخيبتي وهم كانوا كمان يقولوا يا خيبتي كانوا يقولوا خيبتي حتى مش خيبتي كانوا يقولوا خيبتي ليش عامل هيك يمكن هاي المصلحات أو هاي بلهجتنا الفلسطينية بتطلع معنا ولكن يمكن لما نروح مثلا على دول عربية تاني يمكن ما يفهموا اشي صحيح سخمار يمكن هون في البلد ما يعرفوا كل المناطق طب نحكي كمان عن جانب تاني يعني احنا بما انو حمنا نحكي عن الامثال نحكي عن الاقوال اللي دائما من رددها اول ما نطلع من البيت يا رب تمضيها نهار على خير لما نركب الأسانسير المصعد نحكي يا رب ما تنقتل الكهرباء وأنا جوه يعني حتى منردد هاي الأقوال فخلنا برضا نحكي كمان عن هذا الجانب نظرة تشاؤمية يعني في عندي باب عن التشاؤم بس أنا مهون مشكلة لا يحضرني إيش إلا إذا بكون فاتح الكتاب عليها لأنه بنسى يعني مش حضر الموضوع يعني أما زي مثلا الأشياء التشاؤمية طيب خلينا نتابع هذا الفيديو طاقم العمل حضر لنا بعض هالجمل اللي احنا بنرددها صباحا يمكن واللي بتعبر نوعا ما عن نظرة تشاؤمية ولكن هي موجودة في حياتنا وإحنا متعودين على وجودها خلينا نتابع ونكمل من بعدها حديثنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب بعد ما تابعنا هالفيديو أستاذ مصفى بنرجع بنكمل الحديث معك يعني شفنا آمت إيامتك إذا بدأ قوم آمت إيامتك مثلا تنام عليك حيطة هاي الأمثال اللي دائما إحنا بنرددها وهي فعليا تشاؤمية فقديش إنه برضو نرجع نحكي عن الوعي في عدم ترديد هاي الأمثال الشعبية اللي ممكن تجيب لنا هاي الطاقة السلبية هي مش بس كامة كيامتك فيه أكل شيء كثير شبيهة فيها بيحكوها مجرد كلمة صغيرة ممكن تجيب المسبة المناسبة إلها مثلا بدي أقوم زي ما حكيتك أنت كامة كيامتك بدي أنام إن شاء الله نومه ما فيش كومة مثلا بدي أروح تروح وريحتك تطلع روح بل رجع بالزبط مثلا بدي أشوف أو إيش مثلا كل كلمة بدي أاجي معك تجيك موجة بدي في كل كلمة بتلاقي إيش الكلمة المناسبة نمردود لإلها على بمثال شعبي طب إحنا شايفين قدامك كمان أمثال شعبية بتعبر عن السخرية نعم فخلنا نقرأها هيك ونوضيحها للمشاهدين نذكرهم بهاي الأمثال الشعبية الموجودة عندنا نعم هان مثلا الدلع يا خبيزي في الزباد العوج شو يعني وهو كول غالبا ما يساق للتهكم على حكير سنة حتى له الفرصة ليكون ذا شأن وأهمية في مواقف مخجلة منتقدة مثلا اتجمع تنتن على تنتن الأول نتن والثاني أنتن وهو لفظ يساق في الصداقة بين شخصين سيئين أو عبارة يساق أبوي ما ليش كدر إلا على أمي شو يعني وهو غالبا ما يساق فيه من يعجز عن مكارعة الغير ما يضطره إلى الإذعان لمتطلباتهم أو لطلباتهم في حين يعامل زوجته وأفراد أسرته بشدة فيه مثلا من الكلام برضو تعلق يا خايب في الإحبال الزائبة وهو كول غالبا ما يساق فيه لمن تفخر بأهلها الذين لا هيبة لهم ولا شهامة فيهم مثلا إجل العميان بنت قلعوا عينيها في اللحمسة اللي هي إيش؟ كول غالبا ما يساق لمن يضر محبيه دون كصد لكثرة محط يعني ويكشبت بدون كصد يجي يكحلها كلاعينها أي يحاول الإصلاح وأفسد أكثر مما أصلح مثلا إجاك يا بلوط من يعرفك وهو قول غالبا ما يساق فيه من يهم الناس أنه ذو كدرات خارقة أو يدعي أمورا يفخر بها عليهم فيكبرونه ويعلون شأنهم في نفوسهم إلى أن يأتي شخص آخر يكشف كذبه أو يتفوق عليه فيهوي تبجيله في قلوب الناس ويقال أن أصل هذا المثل هو أن راعي اكتشف شجرة البلوط أنها تحمي من المطر صار يأوي إليها عند هطول المطر مثلا بدنا نقول إيش يجينا نحذي الخيل الخيل مدل فارج له طب بدنا نختم بمثل هيك لطيفني بعد شوية عن التشاؤم بعيد عن التشاؤم هيك مثلا ممكن يوصف الوضع اللي عندنا اليوم مع ترقب نتائج الثانوية العامة بدل على الفرح على الانتظار على الترقب غالبا بيقول إيش اللي في الكدر بالطول المغرفة يعني لا تتدعيش أنك والله أنك راح تجيب معدل وكذا إلا في الكدر بالطول المغرفة راح تبين معدل شكرا لإلك أستاذ مصطفى القريوتي أهلا وسهلا فيك نورتنا يعني باحث فيه التراث الفلسطيني وشكرا على هالأمثلة الشعبية اللي شاركتنا في هذا الصباح شكرا لإلك وبدنا نبعد عن التشاؤم شوي نرجع للفرح والانتظار والأمل بدنا طلاب التوجيهين سوا هاي الفقرة شوي ويركزوا بيومهم اللي إن شاء الله راح يكون جميل نبعد عن الإخباط وعن التشاؤم والاكتئاب وإن شاء الله النتائج بتكون مليحة إن شاء الله ومتل ما توقع عدكم أكيد بدنا نشوف الأجواء في الخليل وحالة الانتظار والترقب لهيك راح ينضم لنا زميلنا ساري العويبي من هناك ويحدثنا أكثر عن الأجواء يسعد صباحك ساري صباح الخير ساري صباح الخير فرح صباح الخير يا راوة تحية صباحية للمشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية من مدينة الخليل وتحديدا من أمام مدرسة الحسين بن علي وسط مدينة الخليل للحديث عن اللحظات الأخيرة التي تحتبس بها العائلات أنفاسها وأيضا طلاب وطالبات الثانوية العامة في انتظار إعلان نتائج الإنجاز امتحان الثانوية العامة لهذا العام هناك عدد من الطلب الذين يتوفدون في هذه اللحظات إلى مدارسهم لاستقبال الساعة القليلة القادمة وإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام لحصد 12 عاما من مقاعد الدراسة في الدراسة وبدء في دراسية جديدة بعد الخوض حياة الجامعات وغير ذلك من المهنة الأخرى بغير ذلك نتحدث عن الخليل التي في كل عام عودتنا على أن تكون لها حصة الأسد في العشر الأوائل في امتحان الثانوية العامة نتيجة وجود أعداد كبيرة من طلبة الثانوية العامة في محافظة الخليل التي بها أربع مدريات مدرية شمال الخليل مدرية وسط الخليل مدرية جنوب الخليل ومدرية تربية وتعليم في يطة والمسافر جنوب المحافظة إذن هي ساعة قليلة تفصل بين إعلان النتائج الثانوية العامة العائلات تحتبس أنفسها الطلبة أيضا يحتبسون أنفسهم في انتظار إعلان النتائج الثانوية العامة شرطة المحافظة حذرت العائلات والطلبة من عدم استقبال هذه الفرحة وهذه البهجة بإطلاق الألعاب النارية حفاظا على أرواحهم وعلى سلامتهم وحتى لا تتحول هذه الفرحة إلى لا سمح الله إلى بتر أحد الأيدي أو الأصابع كما تعودنا سابقا في بعض السنوات السابقة الحديث أكثر عن تلقب امتحان الثانوية العامة معي هنا بعض الطلبة الطلبة الثانوية العامة أهلا بكي في معنا في برنامج فلسطين هذا الصباح بداية النسعة الصباح نتعرف عليك اسمه رامل كاركي والسنة خلصت أوجيه نتمنى لك كل التوفيق يعني مرم تحكيينا بعد 12 عام من الجلوسة ومقاعد الدراسة أنت اليوم ساعات قليلة تفصلكي عن إعلان نتائج الثانوية العامة توقعاتك كيف كانت امتحان الثانوية العامة لهذا العام هلأ بالنسبة للإنتحاد كان في منهم إش كتير صعب يعني أنه فوق المستوى وفي إش كان يعني بسهولة كتير وبصراحة كان يعني لأنه وضع متوتر كتير وأنه في رمضان والصيام في يعني كان فيها الصراحة صعوبة سنة أكتر من السنوات القبل في يعني الوضع إنه شوية يعني هيك في خوف وهيك إنه قبل النتائج ومنستنى في يعني إن شاء الله خير يعني اللحظات هاي بإيش بتشاري؟ عكيد توتر مش طبيعي يعني إنه قدش لنا تعبنا طول السنة هاي ويعدي منستنى اللحظة اللي راح تحدد فيها مصيرنا يعني هاي اللحظة انتقالية يعني هي راح تحدد إذا إحنا راح نكمل تعليم أو لا مثلا ويعني الأهالي بستنوا والناس بتستنى في يعني كتير اللحظة إنه بخاء إنه يعني توتر وخوف يعني كتير صعبة هاي اللحظة إن شاء الله نتمنى لك التوفيق استعداداتك للنتائج وكيف راح تحتفلوا أنتو والعائلة لإعلان النتائج يعني بس يطلعوا طبعا أكيد راح تكون فرحة مش طبيعية يعني راح نجتمع راح نعمل أجواء راح نعمل لقده من سوء الله حفلة إذا صار يعني ونجحنا وهيك يعني راح تكون أكيد تغير كتير مرام يعني كل واحد بخطط إنه يكون يدرس تخصص معين أنتو يعني ربما قادة المستقبل أنتو الشباب اللي الكل بأمل إنه أنتو يصير على إيديك وشوي التغيير يعني أنت كطالبة إيش التخصص اللي ممكن تحاولي إنك تروح تدرسيه بعد إعلان النتائج الثانوية العامة صراحة يعني هو لحد الآن حاططه على أساس إنه المعدل بس يعني بيجي ميولي على إنه مثلاً موسيقى صحوف في هذه المجالات يعني إنه مجالات المهنية أكتر من للك توفيق شكراً جزيلاً لك أيضاً معي هنا أحد الطلاب طلاب الثانوية العامة الذي ينضم إلينا وربما ينتظر أيضاً إعلان نتائج الثانوية العامة نتعرف عليك صباح الخير أسمي محمد ززعتر محمد يعني أنت من الطلاب اللي بتتواجد أمام مدرسة الحسين أنت طالب في مدرسة الحسين طالب في مدرسة الحسين طيب بتتواجد في مدرسة الحسين منذ ساعة الصباح تنتظر إعلان امتحان الثانوية العامة يعني شعر لنا أو صفلنا عفواً شعورك في هاي اللحظات وإنت عم تنتظر اللحظات الأخيرة لإعلان النتائج الثانوية العامة وحصد 12 عاماً من مقاعد الدراسة آه والله متوتر شوي بس برضه كل واحد وثق شو وقدم وعارف شو واني رح تطلع تيجتا فعادي يعني شوية خوف بس يعني في عندك توقعات آه عندي توقعات عالية إن شاء الله يعني كيف تتوقع محمد؟ لا نتيجة منيحك وإن شاء الله فوق الخمسة وتسعين نحن لك التوفيق طيب استعداداتك أنت والعائلة للإحتفال واستقبال النتائج الثانوية العامة آه والله مستعدين بس صارت عندنا كم ظروف يعني مش كتير برضه يعني ففا سيدي قبل أسبوعين فالتسل عزيز عظم الله أجلكم طيب محمد كيف كان امتحان الثانوية العامة لهذا العام؟ لا كانت المتوسط يعني براعه كل المستويات وكل واحد دارس يعني برضه بجيب يعني الشاطر بشوء بفا سيال برضه بتخصص معين حابب بعد ما تعلن النتيجة تعلن عن خوضك لهذا التخصص أو التسجيل في أحد الجماعات الفلسطينية؟ آه إن شاء الله الطب بشر في جامعة أبوديس إن شاء الله وقالا يبفقنا ونطلع طيب رسالتك للطلاب الثانوية العامة اللي برضه في هاي اللحظات عم بنقدروا إعلان النتائج يعني لحظات ربما صعبة قليلا على الطلاب الثانوية العامة هل رسالتك إلى هنا؟ آه يعني مش عارف صراح شا حكي بس يعني فيش يعني في خوف برضه رح يكون وإن شاء الله بطلنا النجاح لجميع إن شاء الله نتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة يسعد صباحك إذن طلب الثانوية العامة في هذه اللحظات ينتظرون إعلان نتائجهم لهذا العام امتحان الإنجاز في كافة مدريات الخليل الأربعة شمال ووسط وجنوب الخليل وتربية يضطى أيضا في محافظة الخليل التي عوادتنا كما ذكرنا سابقا في كل عام أن يكون لديها حصة كبيرة من العشر الأوائل على مستوى مدريات الوطن في هذه اللحظات كما ذكرنا أيضا العائلات تحتبس أنفاسها انتظارا لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الإنجاز وما زالت حركة الطلاب على المدارس ضعيفة نوعا ما نتيجة إعلان وزارة التربية والتعليم بأن إعلان النتائج سيكون بعد الساعات الظهر أو بعد الساعات العصر وبالتالي الطلبة في هذه اللحظات لم يتواجدوا كثيرا أمام مدارسهم كالمعتاد كما اعتدنا في العوام السابقة لكن الطلبة ينتظرون إعلان النتائج وينتظرون حصد 12 عاما من الدراسة على مقاعد الدراسة وينتظرون أيضا الخوض في مرحلة جديدة من حياتهم وتحديدا مراحل ربما الجامعات والخوض في دراسة الجامعات واختيار كل على تخصصه والعائلات أيضا تنتظر هذه الفرحة الفرحة بأبنائهم نتمنى التوفيق والنجاح لكافة أبنائنا في كافة أماكن توجدهم والشرطة كما ذكرنا سابقا حذرت العائلات وحذرت الطلبة من عدم التعاطي مع الألعاب النارية وعدم إطلاق الألعاب النارية في محافظة الخليل لعدم تحويل هذه الفرحة إلى حزن لا سماح الله وبالتالي نتمنى التوفيق لكافة طلبتنا الأعزاء إليكم يارا وإليك فرحة أكيد كل شكر لإلك ساري اللعوي كنت متواجد معنا من محافظة الخليل وطبعا بهاي الفقرة إحنا بننتقل لعلا أخبار المونديال مفاجآت المونديال المستمرة صباح الخير علا صباح الخير يا را يسعد صباحكم بكل الخير من الجديد ومونديال عن جد مفاجأ في تحديات ودعت البرازيل للأسف ودعت السامبا ولكن البقاء للأفضل هذا مونديال هاي كرة القدم ودائما في فوز وخسارة كرواتي قدموا أداء ممتاز بلجيكا كان فريق منظم جدا ويمتلك خطوط روسيا كان تقريبا حصان الأسود مع أنه ما كان متوقع أنه يوصل للمراحل وخلص يعني قسر بركلات الحظ يعني كمان أنه قدم عليه وأكيد فرنسا وإنجلترا أنا بعتبرهم تقريبا حتى الآن هم المنتخبين الكاملات لا أنا عبد لي أنا عندي فضول أشوف النهائي بين كرواتيا وأوروغوي بصراح الأوروغوي أو وحو يعني عفوا بين كرواتيا و بلجيكا بلجيكا بس أنا أكيد ساعديني أنا خلص اتركي على فقرة الرياضة لا خلص بكفة بلجيكا منتخبات دول كبيرة خلينا بما أنه مفاجأة هلأ هو انتقل من المونديال لأورو هلأ يورو بنسخة ثانية هلأ بنكون معكم أبرز الأخبار سأتصباحكم برحب فيكم من جديد بفقرة أخبار المونديال ووصلنا للمحطات الحاسمة وجولتنا لليوم ملخص لأبرز مباريات ونتائج ربع النهائي نبدأ أخبارنا بكرواتيا تنهي مغامرة روسيا بسيناريو دراماتيكي حجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور للنصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على روسيا الفريق المنظم بضربات الترجيح أمس السبن نتيجة أربعة أهداف لثلاث بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لهدفين في إطار منافسات دور الثمانية من المونديال افتتح دينيس تشيرتشيف نتيجة المباراة لروسيا في الدقيقة الواحدة وثلاثين من تزديدة رائعة ثم عادل لكرواتيا أندريك راماريتش الكفة في الدقيقة التاسعة وثلاثين ليضيف تماغو فيدا الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة مئة وواحد الشوط الإضافي الأول ثم عاد ماريو فرنانديز النتيجة للتعادل في الدقيقة المئة وخمسة عشر ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا بنتيجة أربع أهداف لثلاثة بعد إضاعة منتخب روسيا لركلتين بلقاء القو الآخر إنجلترا تكهر لعنة 28 عاما في المونديال على حساب السويد وصل المنتخب الإنجليزي لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1990 بتغلبه على نظير سويدي بهدفين دون رد يوم السبت على ملعب سامارا في دور الثمانية للمونديال الروسية حملت تلائية إنجلترا توقيع هاري ماجواير في الدقيقة الثلاثين وديلي آلي في الدقيقة الثامنة والخمسين لينتظر منتخب الأسود مواجهة الفائز من مباراة كرواتيا وروسيا والتي حسمتها كرواتيا وبعد هذا الفوز أو يعد هذا الفوز هو الأول للمنتخب الإنجليزي على نظيره السويدي في نهايات كأس العالم بعد تعادل معه مرتين الأولى بنتيجة هدف لهدف في المونديال 2002 والثانية بنتيجة هدفين لهدفين في مونديال 2006 بأخبار أيضا دوري الثمانية فرنسا تكسر عقدة أوروغوي في طريقها للمربع الذهبي أصبح منتخب الديوك الفرنسي أول متأهلين لنصف النهائي المونديال بعد انتصار على الأوروغوي بنتيجة هدفين للصفر في أولى مباراة ربع النهائي بمونديال 2018 روسيا الجمعة أشهدت المباراة أداءا دفاعيا للفريقين قبل أن يفتتح المدافع الفرنسي نجم ريال مدريد رافايل باران التسجيل برأسي في الدقيقة الأربعين مستغلا خطأا نفضه زميله أنتواني جريزمان بطريقة متقنة وعزز نجم روخي بلانكوس أتلاتيكو مدريد جريزمان بنفسه نتيجة في الشوط الثاني عندما سدد بقوة من خارج المنطقة لارتكب حارس أوروغواي فرناندو موسليرا خطأا كارثيا ويدخل الكرة بقبضته داخل المرمى لتصبح نتيجة هدفين لصفر قبل نصف ساعة من النهاية ولم يشارك نجم أوروغواي أدانسون كافاني في لقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام البرتغال الأمر الذي حرم الفريق من قوته الوجومية وساعد الديوك الفرنسي على تسيير اللقاء حسب القطة المرسومة وعدت فرنسا للمربع الذهبي في المونديال لأول مرة منذ المونديال لألفين وستة عندما وصلت إلى النهائي خسرت بطريقة دراماتيكية أمام إيطاليا بعد الوصول إلى ركلات الترجيح وإلى خبرنا التالي بلجيكا تقهر البرازيل وتؤكد أن المونديال أوروبي خالص فجر المنتخب البلجيكي مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه البرازيل يوم السبب من مونديال ريوسيا في مباراة الدور الربع النهائي التي حقق فيها الانتصار بهدفين لهدف وبعد بداية مثيرة للقاء المرتقب وضع السرساو فرناندينيو الكرة من مرمى فريقه أو في مرمى فريقه ليهدي بلجيكا التقدم في الدقيقة الثالثة عشر النتيجة تضاعفت بعد هجمة مرتدة مثالية لبلجيكا أنهها نجم السرسن كيفين دي بروين بتزديد رائع عانقة الشباك في الدقيقة الواحد وثلاثين وقلصت البرازيل النتيجة بهدف للبديل ريناتو أغوستو في الدقيقة السادسة والسعبين بعد أن استغل تمريرا متقنة من صانع الألعاب كوتينيو واصبح المنديال الروسي أوروبيا خارصا بعد خروج البرازيل آخر المنتخبات غير الأوروبية المتوقية في البطولة وستواجه بلجيكا جرتها فرنسا في ديربي مثير بمباراة نصف النهائي مساء الثلاثاء في سان بوترسبورغ وهي المباراة الثانية التي تبلغ فيها بلجيكا نصف النهائي في تاريخ مشاركتها الثلاثة عشر في كأس العالم بعد الأولى عام 1986 عندما خسرت أمام الأرجنتين بثنائية نجمها دياغو أرماندو مارادونا قبل أن تحل رابعة بخسرتها أمام فرنسا بأربعة أهداف الهدفين بعد التمديد في الوقت الأصلي بهدفي الهدفين والخسارة هي الأولى للبرازين منذ 13 شهرا عندما سقطت أمام جرتها وقريمتها الأرجنتين بهدف للسفر وديا في ميلبورن في المقابل حافظت بلجيكا على سجلها خاليا من الخسارة في 24 مباراة متتالية 19 فوز وخمس تعادلات ونجحت في فك عقدة ربع نهائي التي سقطت في مونديال 2014 وكأس أوروبا في 2016 في مباريات المربع ذهب النصف النهائي نبلغكم يوم الثلاثاء ستكون لقاء فرنسا وبلجيكا عند التاسعة بتوقيت فلسطين يوم الأربعة كرواتيا وإنجلترا عند التاسعة بتوقيت فلسطين بعيدا عن المونديال رسميا بوفون الأربعيني إلى سانجرمان أعلن نادي باريسان جرمان نادي العاصمة الفرنسي بطل الدوري الجمعة تعاقدة مع الحارس الإيطاري المخدرم جانويجي بوفون لعام واحد مع خيار عام إضافي ونقلت صحيفة رانس برينس عن ناصر العطية رئيس نادي العاصمة الفرنسية في بيان نشعر جميعنا بفقر كبير في الترحيب بجانويجي بوفون في عالة باريسان جرمان وكان بوفون البالغ من العمر أربعين عاما الذي انتهى عقده مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في 30 يونيو 2018 قد وصل الجمعة برفق طبيبه إلى مقار باريسان جرمان يشار إلى أن بوفون الفائز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 قد انتقل إلى صفوف السيدة العجوز عام 2001 قادما من برما بآخر خبر والكشف عن موعد وصول رونالدو لمعكل اليوفي ذكرت مصادر إعلامية إيطالية اليوم أن البرتغالي كريسيان رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام لصفوف فريق السيدة العجوز يوفنتوس كاشفا عن موعد وصوله إلى معقل اليوفي ووضحت شبكة ميديا سيتة الإيطالية انخور خيميندز وكيل أعمال النجم المرتغالي أكد وصول رونالدو يوم الثلاثان المقبل إلى مدينة تورينو معقل نادي اليوفي لتقديمه لوسائل الإعلام بقميس السيدة العجوزة وأضافت أن وكيل أعمال رونالدو ألغى رحلته إلى ميلانو واستمر في مدريد وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة تاريخ المدريد على رحال الرحيل للنجم البرتغالي وإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة وأشارت شبكة عن المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس بيبي ماروتا تلقى اتصارا هاتفيا في الساعات الأخيرة من خور خيميندز وعده خلاله بأن كريستيانو رونالدو سيكون لعب في صفوف فريق السيدة العجوز بداية من الموسم المقبل يذكر أن رونالدو توصل الاتفاق بشأن البنود الشخصية في عقد النادي الإيطالي إن سيوقع صاروخ ماديرا على عقد يربطه باليوفي حتى عام 2022 ويحصل من خلاله على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو وفقا لصحيفة الأس الإسبانية بهذا الجولة وهذا الخبر ننهي أخبار الرياضة لهذا اليوم عودة لكم فرح ويره شكرا جزيلا على وإن شاء الله لقاءنا الجاي بيكون بخبر انتقار رونالدو رسميا وخلص تقريبا شبه رسمي لسه عم بفاوضوا وإن شاء الله نمار بيجا لكم أيضا هزارت قريبا لمدريد ناجم بلجيكا أيضا هزارت قريب لمدريد شكرا جزيلا على شكرا جزيلا على إحنا فرحك منكم وصلنا لختام حلقتنا لليوم كان في عنا فقرات كتير متنوعة مشاهدينا وتحدثنا عن نتائج التوجيه ما زلنا بانتظار النتائج طبعا أكيد بكرة فقرتنا رح تكون مخصصة نحكي فيها عن نتائج الإنجاز وعن طرق تقديم الهدايا نتعرف على أشياء كتير حلوة فيه أشياء كتير حلوة بكرة انتظرونا رح تستمتعوا في فقرات برنامجنا توفيق لطلاب التوجيه كل النجاح كل التوفيق وإن شاء الله الفرح بيكون موجود في كل المخافضات الوطن في كل بيت فلسطيني أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح ومنختم جولتنا الصباحية بهك بتجدد اللقاء غدا في نفس الموعد في تمام الثامنة إلى اللقاء نهاركم سعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر